في 18 يونيو 1956 وقف الرئيس جمال عبد الناصر على ضفة قناة السويس ورفع عالم مصر على مبنى البحرية البريطانية علشان يعلن خروج آخر جندي بريطاني من مصر بعد احتلال دام 74 سنة بريطانيا اللي سيطرت على العالم من الشرق إلى الغرب فضلت عشرات السنين حتى عينيها على مصر خصوصا مع حفر قناة السويس واللي كان نقطة الوصل بين الشرق والغرب والمنطقة اللي تربط مستعمراتها وتجارتها في الهند وأسيا بأوروبا وأفريقيا علشان كده دبرت الحيل والمكائد لحد ما قدرت تحتل لمصر في 1882 الاحتلال الانجليزي بدأ بالقضاء على الزعيم أحمد عرابي وثواره وعاش صراعات مع الحركة الوطنية من مصطفى كامل ومحمد فريد لسعد الزغلول ومصطفى النحاس لحد ما تكسرت شكته على إيد الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر في رحلة نهب فيها الانجليز مصر وحولوها لمستعمرة تابعة لهم وبانوا فيها أكبر قاعدة عسكرية لهم في الشرق الأوسط صديق مشاهدة لو عايز تعرف إيه حكاية الاحتلال الانجليزي لمصر وإزاي فضل 74 سنة بيينها بثروات البلد والنضال والمقومة اللي قدموهم المصريين لاستقلال وإزاي قدر عبد الناصر والضباط الأحرار يخرجوهم بعد قرن إلا ربع من الاحتلال يبقى لازم تتابع معنا فيديو النهاردة للآخر ولكن كالعادة قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة واتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد صباح الخامس عشر من سبتمبر الف وثمانمائة واثنين وثمانين شوارع القاهرة يخيم عليها الصمت ومصر جريحة الانجليز يعلنون بشكل رسمي نهاية الثورة العرابية وبالتالي نهاية الاستقلال وفرض الاحتلال على مصر وأن مهمتهم الأساسية هي حفظ الأمن في البلاد وإنهاء الفوضى في كل المحافظات وضمان سيطرة الخديوي توفيق على الحكم وبعدها سيرحلون ويتركون الحكم للخديوي بعد استقرار الأمر الثورة العرابية ما كانتش محاولة الانجليز الأولى لاحتلال مصر بل كانت حجة للاستلاء على مصر لتحقيق أطمعهم والسيطرة على أهم قوى الشرق الأوسط اللي كانت هدف رئيسي ضمن محاولات السيطرة عليه خاصة مع زيادة الصراع بينهم وبين فرنسا وأولى محاولتهم لاحتلال مصر كانت في بداية حكم محمد علي باشا لما بعتوا حملة بقيادة الجنرال أليكزندر فريزر سنة 1807 واللي بتعتبر الحرب الانجليزية المصرية الأولى وفشلت الحملة نتيجة مقومة المصريين اللي تمسكوا بمحمد علي ورفضوا محاولة بريطانيا بالسيطرة على مصر عن طريق تعيين حاكم سوري موالي لهم ولكنهم نجحوا في هدفهم بالسيطرة على مصر بعد حوالي سبعين سنة من حملة فريزر وبالتحديد سنة 1882 بعد القضاء على الثورة العرابية وادعت بريطانيا إنها هتثبت الأمن وتوتط حكم الخدوي توفيق وتأمن الملاحة في قناة السويس وبعدها هترحل لكن بريطانيا كان بتتبع سياسة زكية أيما على الخداء ففي الوقت اللي بتهم فيه الناس بتثبيت الأمن والأمان بيتقارر تعيين لورد كرومر مندوب سامي عن ملكة بريطانيا وبدأت تسيطر على موارد مصر الاقتصادية والعسكرية وتحول الخدوي وحكومته لمجرد أداة بتنفذ أهداف ومطالب الإنجليز والشروط اللي بتيجي من لندن لكن قبل ما نكمل في رحلتنا عن الاحتلال الإنجليزي لمصر واللي استمر 74 سنة لازم نعرف ليه وازاي بريطانيا احتلت مصر وازاي تعاونت مع الخدوي في القضاء على أحمد عرابي وثورته المؤرخ محمود الخفيف في كتابه أحمد عرابي الزعيم المفترع عليها بيكشف تفاصيل الفترة اللي سابقت الاحتلال الإنجليزي لمصر وبيأكد ان بريطانيا زي تدخلها في شؤون الحكم فترة الخدوي توفيق خصوصا وانها استحوزت على حيثة مصر في قناة السويس في نوفمبر 1875 واللي كانت بتبلغ 44% بعد ما الديون أجبارة الخدوي اسماعيل على بيع حصة مصر وبقت القناة أهام مركز تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط باستثمارات كبيرة على دفافها الفترة دي صديقي شهدت صعود نجم ضابط الجهادية أحمد عرابي بعد ما قادم طالب دباط الجيش وقتها وقدمها للخدوي وطالب بإقالة الشركاسي عثمان رفقي وزير الجهادية اللي هي الحربية دلواتي بسبب تواطؤه مع الإنجليز وتفضيل الشركسة والأتراك على المصريين والعرب في الجيش وبعد رفض ضباط حرس الخدوي توفيق تنفيذ أوامره بمحاكمة عرابي واثنين زميله وكان عثمان رفقي شركاسي متعصب واجتهد في تفريق الضباط العرب وفي سنة 1881 قرر ينهي خدم الضابط كبير وينقل آخر ولما عرفوا القرار قبل صدوره توجهوا لمنزل عرابي ومعهم جمع من الضباط وقائد حرس الخدوي وطلبوا من عرابي يرفع مطالبهم وأقسموا أن يفدوه ويفدو وطنهم العزيز بأرواحهم وقتها استجاب الخدوي لمطالب عرابي وأقال عثمان رفقي وعين مداله محمود سامي البرودي واللي زود مرتبات ضباط الجيش ونفذ كل مطالبهم ودي كانت نقطة التحول في مصار عرابي اللي ارتفعت أسهمه بشكل كبير بين المصريين بيذكر محمود الخفيف أن عرابي لاحظ زيادة تدخل السير كالفين مالت قنص الإنجلترا في مصر وقتها في شؤون الحكم وتردده بشكل يومي على الخدوي توفيق وفي الوقت ده احتلت فرنسا تونس سنة 1881 فخاف عرابي أن مصر تقع تحت الاحتلال الإنجليزي لإحداث توازن قوى أوروبي بين فرنسا وبريطانيا ويكون على حساب مصر فبعت رسالة لأعيان البلد طالبهم فيها بالضغط لإقالة وزارة رياض باشا خوفا من تواطؤها مع الإنجليز والخدوي وفي سنة 1881 قاد عرابي ضباط الجيش ومعاه قائد الحرس الخدوي علي بيك فهمي ومجموعة من الشعب في وقفته الشهيرة أصاد الخدوي أمام أصر عبدين وطالبه بالزيادة عدد الجيش اللي كان قوامه 12 ألف والمفروض أن الفرمان السلطاني يقتضي أن الجيش يكون 18 ألف وكمان طالبه بإقالة وزارة رياض باشا وتشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبي وأتاه رفض الخدوي وقال لهم لا حق لكم في كل هذه الطلبات وما أنتم إلا عبيدة إحسانة وإن ورث البلاد عن أباؤه وأجداده ساعتها آل عرابي ما قلته الشهيرة للخدوي توفيق لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا فوالله الذي لا إله إلا هو إننا لن نورثا ولن نستعبد بعد اليوم ولكن الحقيقة إن ما فيش مصدر موثوق أكد إن المقولة لعرابي لكنها متدولة في صياق الموقف ده وعشان كده ذكرتها لك عشان ما تزعلش كله اللي زعلك يا صديقي المهم اضطر الخديوي يوافق على مطالبهم وتشكلت وزارة بقيادة شريف باشا بس اللي كان غريب إن وسيط التفاوض بين عرابي والخديوي أصبح القنصر البريطاني كولفن مالت اللي قلت لك عنه من شوية إنه كان بيتدخل في شؤون الحكمة وبعد تشكيل وزارة محمد شريف باشا حاصلت خلافات داخل الحركة الوطنية المصرية بسبب مناقشات الموازنة المهرية لإن وقتها يا صديقي كان جزء كبير منها بيروح للديون الأوروبية وجزية الباب العالي فشريف باشا لتخفيف الضغط كان عايز يناقش نصها بما إنه نصها التاني كده كده رايح للديون وطبعا رفض العرابيون فاستقال شريف باشا وبعدها تكلف البارودي بتشكيل وزارة جديدة وكان الحدث الأهم وقتها تولي أحمد عرابي وزارة الجهادية والحدث ذا أثار قلق الإنجليز بشكل كبير خصوصا إنه كان قائد وطني بينادي بالاستقلال وتكوين جيش مصري قوي وبحسب كتاب إنجلترا وقناة السويس 1854-1951 لمحمد مصطفى صفوط فالحكومة الإنجليزية كانت خايفة من إن عرابي وأنصاره يقدموا على ردم أو احتلال قناة السويس وإتلفها بما فيها القاعدة العسكرية البريطانية فيها واستثماراتها الضخمة وحاولوا يوصلوا دا لحكومات الدول الأوروبية ويضخموا الموقف وكانت تقارير ممثل إنجلترا بتنذر بخطر شديد وانتشرت وقتها شائعات إن البدو المجاورين للقناة بيخططوا لمهاجمة السفن المرة عبر القناة وإن سلامة الملاحة بالقناة ما بقتش مضمونة من وقت وصول عرابي وبيقول الإنجليزي مستر بلينت مؤلف كتاب التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر إن الإنجليز كان عندهم نية سابقة لاحتلال مصر وقال إنه التقى في مارس 1882 السير جارنت ولزلي اللي هيقود الحملة على مصر لاحقا وضر بينهم نقاش حول مصر وأخبره ولزلي إن فيه نية سابقة لاحتلال مصر والسيطرة عليها بشكل عاجل ومع زيادة الخلاف بين الخديوي طافيق من جانب ووزارة البرودي وأحمد عرابي من جانب تاني بعد محاولات الشراكسة اغتيال عرابي ووقوف الخديوي في صفهم قررت بريطانيا وفرنسا يستغل الموقف وينتهز الفرصة ووقفوا في جانب الخديوي وبعتوا مذكرة طلبوا فيها باستقالة حكومة البرودي ونفي عرابي خارج القطر المصري وبلغوا الخديوي إن حالة البلاد خطرة وتستوجب التدخل وبعتوا في الوقت نفسه سفن حربية للشواطئ المصرية في 20 مايو 1882 عشان يبدأ الحجد الإنجليزي والتمهيد لاحتلال مصر وعلشان تفهم خطورة المذكرة دي يا صديقي لازم تعرف إنها كانت بمثابة إعلان فرنسا وبريطانيا الدعم للخديوي واللي بيدوره إبل المذكرة علشان تقرر الحكومة الاستقالة رفضا لتدخل الأجنبية بس المفاجئ إن أعيان القطر المصري اتجهوا للخديوي توفيق وبلغوه رفضهم للمذكرة ورفض تعيين أي شخص غير عرابي وزيرا للجهادية فاضطر الخديوي إنه يترجع عن قراره وأعاد عرابي إلى منصبه بس وقتها تأكد الخديوي والإنجليز إنه عرابي أصبح خطر على وجودهم ولازم يتخلصوا منه وبدأ التخطيط للوقيع الكبرى في مسبحة الإسكندرية شوف يا صديقي في الوقت ده كانت السفن البريطانية على شواطئ الإسكندرية والخطة اتحطت بإشعال الفتنة في المدينة السحلية اللي كانت بتضم جنسيات أجنبية متعددة وأجمع المؤرخون إنها كانت مدبرة وفي قصة شهيرة لبداية الفتنة معروفة باسم واقعة المكاري والملطي واللي بدأت في 10 يونيو من عام 1882 لما قرر مواطن ملطي إنه يستأجر مكاري اسمه السيد العجان يلف بيه في المدينة والمكاري ده كان واحد معه حمار بيأجره وبيركب الناس وبينزل هو يمشي على رجله لحد ما يوصل الشخص للمكان اللي هو عايزه الراجل الملطي ده طلب من المكاري إنه يلف بيه على كل شارع وينزل يشرب كاسين في خمارة وبعدها يرجع يركب ويروح شارع تاني والمكاري ساحب الحمار وماشي على رجله في الشمس الحرة وعلى الوضع ده طول اليوم بس بعد ما الملطي خلص لف هنا وهنا إدى صاحب الحمار إرش واحد بس واللي كان تمن أليل جدا بالنسبة للمشاوير اللي رحى وهنا حصلت خناء بينهم عشان يطلع الملطي سكين ويطعن المصري صاحب الحمار لحد ما أتله وهنا طبعا اتجمعوا المصريين علشان ياخدوا الملطي للإسم وياخدوا القصاص العادل بس الملطي جري واستخبى في بيت من بيوت الملطيين واليونانيين خلف أهوة الأزاز وبعدها بدأ إلى جانب يطلقوا النار على الأهالي ووقع أكتر من أتيل علشان يثور المصريين ويهاجموا أي أجنب في الشوارع والدككين وعاشت المدينة ساعات من الرعب الحقيقي الفتنة دي يا صديقي اتحولت لمسبحة اتعرفت تاريخيا بمسبحة الإسكندرية واختلفت الروايات حول عدد القتل فيها وإن كان الأضق هو وقوع 238 قتيل منهم 75 من الأوروبيين و163 من الأهلية وفي اليوم التاني من خنائة المكاري والملطي والتي تحولت لمواجهة بين المصريين والأجانب اجتمع قناصل الدول الأوروبية ومعهم محافظة الإسكندرية عمر لطفي باشا اللي وجه له تاريخ تهم التدبير المسبحة بالاتفاق مع الخديوي توفيق لإحراج العرابيين وتمهيد الاحتلال مصر من جانب بريطانيين ورغم انتهاء الاجتماع بالاتفاق على عدم تحرك الأسطول بريطاني والفرنسي خوفا من هياج المواطنين إلا أن الأميرال سيمور قائد الأسطول بريطاني وقتها قرر يحرك بعض السفن والزوارق إلى داخل ميناء الإسكندرية في ظلام الليل استعددا للهجوم تحت حجة حماية رعاية الدول الأوروبية في الوقت اللي كان العرابيين بيبنوا التحصينات بالإسكندرية استعدادا للمواجهة المدينة عاشت أيام من الرعب والفوضى ووقتها كانت القنصليات الأجنبية بتدعو رعاياها للهرب من الإسكندرية وانتشرت شائعات عن قيام حرب بين بريطانيا ومصر واستمر الوضع كده لحد يوم 23 يونيو لما عقد في القنصليات الإيطالية في الأستانة بتركيا مؤتمر للنظر في المسألة المصرية وحضر مندوبين من جميع الدول ووقعوا على مثاق أطلقوا عليه مثاق النزهة وتعهدوا إن مفيش دولة هتسعى لاحتلال مصر بس سابوا الباب موارب لما قالوا إلا في حالة الضرورة القصوى وده البند اللي استغلوا البريطانيين لقصف المدينة واحتلال مصر خصوصا بعد اتفاقهم مع الخديوي توفيق واللي طالب عرابي بالاستسلام للإنجليز ورفع الرايا البيضة وتسليم أسلحة جنوده على رغم إن السلطان العثماني عبد المجيد الثاني وقوات في حملة على مصر وفي صباح يوم الثلاثاء 11 يوليو 1882 ضرب الأسطول البريطاني الإسكندرية دون التفريق بين المساكن المدنية والمنشآت العسكرية للعرابيين والضرب كان عنيف لدرجة إن حصول العرابيين في رأس التين والفنار اتهدمت كلها واستمر الضرب لحد ما خلصوا على المدينة بكل مبانيها وبعد دمار الإسكندرية بالكامل قرر الزعيم أحمد عرابي رفض دعوة الخديوة بالاستسلام واستصدر من شيوخ الأزهر فتوى بتكفير الخديوة توفيق وخيانته للدولة بعد مساعدة العدو لاحتلال أرض مصر وأعلن التعبئة العامة والتجنيد لمحاربة الجيش البريطاني ودخل الجيش المصري في معارك الأصصين وكفر الدوار مع الجيش البريطاني وفي الوقت اللي كانت القوات البريطانية بتحاول الوصول إلى القاهرة وبتواجه دفاع شارس من عرابي وقواته قرر قائد الحاملة بريطانية جارنت وولزلي إنه يهاجم قناة السويس بأربعين ألف جندي وقدر يحتلها في الشهر أغسطس مع احتلال برسعيد والإسماعيلية وجاله تفويض من لندن بالقضاء على عرابي وثواره علشان تكون معركة التل الكبير اللي وقعت يوم 13 سبتمبر 1882 هي آخر المواجهات بين الجيش المصري بقيادة أحمد عرابي والجيش البريطاني واللي حقق فيها الجيش البريطاني النصر بمساعدة الخديوي طوفيق اللي شاف الإنجليز الملازل آمن اللي هيحميه من عرابي وثواره ومن هنا يبدأ الاحتلال البريطاني لمصر وباقت قناة السويس مقر الأكبر قاعدة عسكرية للاحتلال البريطاني في الشرق الأوسط على مدار قرن إلا ربع تقريبا شوف يا صديقي مع هزيمة عرابي ونفيه إلى جزيرة سيلان وسجن غالبية أنصاره قرر البريطانيين قتل الحركة الوطنية في مصر خصوصا أنهم كانوا المتحاكمين الفعليين في قرر الخديوي توفيق لدرجة أنهم خلوه يصدر مرسوم بحل الجيش المصري بعد ستة أيام بس من هزيمة عرابي في التل الكبير وده ضمن الخطة اللي حطها لورد دوفرين سفير بريطانيا في اسطنبول وقتها وبحسب المؤرخ البريطاني بيتر مانسفيلد في كتابه البريطانيون في مصر فالبريطانيين قرروا تقليص عدد الجيش المصري ويبقى دوروا حفظ الأمن الداخلي وخلوا الجزء الأكبر منه في السودان وبقت القاهرة محاصرة بقوات بريطانية ومعسكرات الإنجليز عشان تدخل الحركة الوطنية مرحلة غمول استمرت لأكتر من عشر سنين ما كانش فيهم أي مقاومة للوجود البريطاني في مصر خصوصا مع عمليات القمع اللي طالت كل المعارضين لوجود الإنجليز أو الخديوة توفيق لو فاكر يا صديقي إن المصريين هيسكتوا على الوضع ده يبقى بيتهيئ لك لأن الوضع هيختلف تماما بوفاة الخديوة توفيق وتولي ابنه عباس حلم الثاني في 1892 وبوصول الخديوة عباس للحكم بوعث الأمل من جديد في صحوة المصريين خصوصا مع رفضه السياسة الاستبدادية اللي كان بيطبقها اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر وبالتزامن كان بيظهر زعيم وطني شاب اسمه مصطفى كامل ومعاه محمد فريد واللي أسسه الحزب الوطني وبدأوا يدعو للاستقلال ورفعوا شعار مصر للمصريين وهنا دعم الخديوة مصطفى كامل في تحركاته وجولاته لمقابلة الأعيان والعلماء علشان يأيدوا دعوته في المطالبة باستقلال مصر وفي نفس الوقت ناشطت الصحافة الوطنية ومنها الجريدة المؤيد بقيادة عبدالله النديم اللي احتضنت كتابات مصطفى كامل وخطبه وبقت بتعبر عن رغبة الأمة في الاستقلال وجلاء الإنجليز وأصبح الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل صاحب شعبية كبيرة وهنا طبعا يا صديقي بدأ اللورد كرومر يقلق اللي ظن إنه سيطر على المصريين للأبد وبمرور الوقت ومع تعالي أصوات الحركة الوطنية والمناداه بالاستقلال سائد سمعة الإنجليز بشكل كبير في مصر خصوصا بعد احتلالهم للسودان واتفقهم الودي مع فرنسا لتقسيم الأقطار العربية سنة 1904 واللي أثبت للمصريين إن الإنجليز مش نويين يسيبوا البلد زي ما بيدعوا لحد ما جات حادثة دونشواي الشهيرة سنة 1906 واللي أعدم فيها البريطانيون مجموعة من الفلاحين الأبرياء في المنوفية اللي دفعوا عن أرضهم وممتلكتهم وعرضهم ضد الإنجليز وضرائبهم الباهزة والموضوع عمل حالي تحتقان شديدة وصلت إن كرومر قرر يقدم استألته في صف 1907 ومع وفاة الزعيم مصطفى كامل في 1908 والانقلاب على السلطان العثماني عبد الحميد الثاني من قبل جمعية الاتحاد والترقي وزيادة القمع البريطاني الداخلي استمرت سيطرة الإنجليز على مفاصل مصر أمنيا وعسكريا واستخباريا واقتصاديا وسياسيا إلا أنها ظلت من الناحية الإسمية والقانونية تابعة للدولة العثمانية وهتعرف النقطة دي مهمة ليه في اللي جاية شوف يا صديقي قصة مصر مع الاحتلال البريطاني أكيد موافتش هنا لإننا هنوصل لمحاطة الحرب العالمية الأولى اللي حصلت في 1914 ووقتها مصر وجدت نفسها مضطرة تشارك في الحرب مصر اللي كانت تابعة للدولة العثمانية بالإسمة وتحت الحكم البريطاني فعليا وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه فالدولة العثمانية أرابت من الألمان وشكلوا الدول المحور اللي ضمت معهم إيطاليا واليابان واللي دخلوا الحرب ضد الإنجليز والفرنسيين والدول الحلفاء اللي كانت مصر ضمنهم طبعا بالتبعية لبريطانيا وبحسب كلام الدكتورة لطيفة سالم في كتابها مصر في الحرب العالمية الأولى 1914-1918 إن إنجلترا قررت إنها لازم تغير الوضع الراهن باختيار من أربعة إما أنها تضمها لها أو تدمجها في امبراطوريتها مع إعطاءها حكم الزهدي أو تكمل السيطرة عليها عن طريق إنها تحل محل الدولة العثمانية وده بإعلان الحماية عليها وإما تعطيها الاستقلال التام مع عقد معاهدة تصبح بيها مصر دولة حليفة لإنجلترا واختارت في الآخر إنها تعلن الحماية على مصر ويتغير اسمها للسلطانة المصرية وتخرج من العباء العثمانية بشكل رسمي والموضوع وصل إن الإنجليز أجبر المصريين على مواجهة الأتراك في معركة مهمة عند قناة السويس وحقاء النصر الموضوع موقفش هنا وانتهز الإنجليز فرصة وجود الخديوي عباس حلم الثاني في تركيا واللي كان معروف بقربه من السلطان العثماني علشان يخلعوه في 19 ديسمبر 1914 واجبروه إنه مايرجعش على مصر ونصبه بداله عمه حسين كامل سلطان على مصر مع نهاية الحرب العالمية الأولى انتظر المصريين تنفيذ الإنجليز لوعودهم بالجلاء عن مصر وقال المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه ثورة 1919 تاريخ مصر القومية الأجواء في مصر كانت شديدة السوء مع استغلال الاحتلال لموارد الدولة وتسخيرها لخدمة أهدافه وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة واحتكار الأجانب للوظائف ومصادر الدخل ومعظم الحراف الماهرة وفي الوقت دا يا صديقي ظهر اسم سعد زغلولة كزعيم للأمة المصرية وطالب تشكيل وفد من المصريين لحضور مؤتمر الصلح في باريس لعرض قضية استقلال مصر وتشكيل مجلس نواب منتخب ووضع دستور مصري إلا أن سلطات الاحتلال البريطاني رفضت طلبه واعتقلته ونافته في 8 مارس 1919 خارج مصر لجزيرة ملطأ علشان تكون دي الشرارة اللي تسببت في انفجار الثورة في 9 مارس 1919 واللي بدأت بمظاهرات طلابية في القاهرة والإسكندرية سرعان منتشرت في كل المدن وشارك فيها جميع طوائف الشعب والعمال والموظفين والطلبة والفلاحين والمرأة وشهدت تلاحم كبير بين المسلمين والمسيحيين في مصر وكانت سبب في الإفراج عن سعد زغلول وعودته إلى مصر وفي الوقت اللي المظاهرات كانت موجودة في كل حتة في مصر والعمال بيدربوا عن العمل وسوئين اتراموا الأجرة بيرفضوا الشغل وبيحصل شلال كامل للبلد مع قطع خطوط السك الحديد والاتصالات كان فيه واقعة شهيرة وغريبة في نفس الوقت وهي استقلال مدينة زفتة بمحافظة الغربية واعلانها دولة مستقلة شوف يا صديقي اللي احتجاجات في زفتة كانت مختلفة الحكاية بدأت من طالف كلية الحقوق اسمه يوسف الجندي تزعم مجموعة من الشباب كانوا مزيج من الطلبة والعمال والفلاحين وقرروا الانفصال عن مصر وإقامة جمهورية زفتة في 18 مارس من مقهى واحد يوناني اسمه مستوكليمو بميدان بورسة الأطن في المدينة المقهى دا يا صديقي أصبح مقر قيادة الجمهورية الجديدة وشكل الجندي اللي تولى الرئاسة ورفاقه لجنة ثورية سموها المجلس البلدي الحاكم واللي قررت الاستلاء على مركز الشرطة في المدينة وبعدها محاطة السكك الحديدية وعرباتها اللي كانت مشحونة بالأمح ومبنى التليجراف وأصدروا صحيفة جمهورية زفتة من مطبعة محلية الموضوع تطور وشكلوا لجنة لحفظ الأمن وانضم لهم رجل يدعى سبع الليل اللي كان من الخارجين على القانون ولما عرف الانجليز باللي حصل بعتوا قوة تستولي على البلد إلا إن الأهالي اتصدوا لهم ورجعت القوة على القاهرة وبعدها قطع سبع الليل ورجلته قطبان السك الحديد علشان ما يوصلش جنود الانجليز لزفتة وتجاوزت أخبار اللي حصل في زفتة القاهرة ووصلت للندن ونقلتها هيئة الإزاعة البريطانية البي بي سي وبعدها بعت الانجليز فر أسترالية حصرت البلد لحد ما استسلمت بعد عشرة أيام بس على الاستقلال فما تستغربش النهاردة لو حد قالك كان من جمهورية زفتة وبعد هدوء عاصفة الثورة أرسلت بريطانيا لجنة عرفت بلجنة ميلنر للتحقيق في الأحداث اللي حصلت واللجنة دي لقيت إصرار مصري شديد على الاستقلال وتوحد للشعب خلف سعد زغلول وأعضاء حزب الوفدة خصوصا بعد رفض مؤتمر الصلح في باريس اللي كلمتك عنه من شوية مطالب سعد زغلول بالحصول على استقلال مصر واللي لقى نفسه بيتنفي مرة تانية مع رفاقه لجزيرة سيشل وفي 28 فبراير 1922 أعلنت بريطانيا من طرف واحد إنهاء الحماية الإنجليزية على مصر وإن مصر تبقى دولة زاد سيادة بس بريطانيا لها الحق في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداءات أو تدخلات خارجية ومن حق البريطانيين حماية المصالح الأجنبية وحماية الأقليات وكمان من حقهم التصرف والسودان وتأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية يعني من الآخر استقلال على وراء بس ما احنا عارفين يا صديقي الحداية ما بتحدفش كتكيت وأكد المؤرخ والمفكر لويس عوض في كتابه تاريخ الفكر المصري الحديث إن سلطات الاحتلال أرادت لمصر استقلال منقوص ووقتها رفض الشعب إعلان ميلنرة باعتبره التفاف على مطالب الشعب بالاستقلال الكامل بس الإعلان ده كان سبب في ظهور أول دستور مصري سنة 1923 وتغيير لقب حاكم مصر من سلطان إلى ملك مصر اللي كان وقتها أحمد فؤاد الأول بعد ما خلف أخوه حسين كامل وأدخل مصر إلى المرحلة الديمقراطية ومع إجراء أول انتخابات نيابية في مصر عام 1924 بعد عودة سعد الزغلول من المنفع فاس فيها الوفد برئاسة سعد الزغلول بأغلبية مقاعد البرلمان وشكل سعد الزغلول أول حكومة دستورية وواصل مساعي الحصول على الاستقلال التام ومع رفض الانجليز مطالب سعد حصلت صدامات جديدة لأنه وقتها صديقي اغتيل الحاكم البريطاني للسودان السير ليستاكا فقررت بريطانيا تنتقم وفعلا طلبت مصر بدافع نصف مليون جليه مصري غرامة وإنها تسحب جيشها من سودان مع قبول مستشارين بريطانيين في وزارتي المالية والعدل وصيدرت الجيش البريطاني على الجمارك الإسكندرية وحماية الأجانب فيها وهنا رفض سعد مطالب الانجليز واستقال من منصبه فحل الملك فؤاد البرلمان وعين حكومة جديدة موالية ليه طبعا ما اشتركش فيها حزب الوفد الحكومة الجديدة دي بايا صديقي وافقت على مطالب بريطانيا وبدأ التعاون بين الحكومة البريطانية والملك ضد الحركة الوطنية وحزب الوفد ولكن في سنة 1926 بيرجع الوفد للسيطرة مرة تانية بعد ما فاز في الانتخابات بأغلبية مقاعد البرلمان وبعدها أقال الملك الحكومة الوفدية وحل البرلمان من تاني وكأن الراجل ده ما كان شوراه غير يقيل الحكومة ويحل البرلمان وفي سنة 1929 جرت انتخابات جديدة وفاز فيها حزب الوفد بأغلبية المقاعد وتشكلت حكومة مصطفى النحاس اللي خلف سعد زغلول بعد وفاته في رئاسة الحزب وهنا يا صديقي بندخل في مرحلة جديدة من النضال الوطني ضد الاحتلال فمع استمرار الوجود البريطاني في مصر والرفض الشعبي بقيادة حزب الوفد ورئيس مصطفى النحاس باشا وحالة الاحتقان اللي سيطرت على المجتمع الدولي بعد استلاء إيطاليا على الحبشة اللي هي أثيوبيا سنة 1935 اتوصلت مصر وبريطانيا للمعاهدة الأنجلو مصرية واللي تعرفت بمعاهدة 1936 وحققت المعاهدة دي لمصر مزايم الموسى أهمها انتهاء الاحتلال البريطاني لمصر مع عدم منطقة قناة السويس وإلغاء الامتيازات الأجنبية مع دخول مصر عصبة الأمم اللي هي الأمم المتحدة دلوقتي وعودة إدارة السودان مشتركة بين مصر وبريطانيا ورجوع الجنود والموظفين المصريين للعمل والإدارة في السودان وهنا يا صديقي أوعى تفتكر أن بريطانيا خلاص البهراء وهتدي مصر كل حقوقها الاتفاية دي كان لها مساوئ اتمثلت في بقاء القوات البريطانية في منطقة قناة السويس لمدة عشرين سنة تنتهي 1956 تحت مزاعم حماية المصالح المالية والاستراتيجية لبريطانيا في القناة وبعد انتهاء المدة يشوف الوضع الأمني يستلزم جودهم ولا لا كمان نصت على وضع المواني والمطارات والمواصلات المصرية في خدمة بريطانيا وإلزام مصر بإنشاء الثكنات والطرق والكباري والسكك الحديدية اللازمة للقوات البريطانية وإقامة تحالف دائم بين مصر وبريطانيا وعلشان كده لقيت مصر نفسها متورطة في الحرب العالمية التانية وبتنفذ التزاماتها تجاه بريطانيا بل وبتحصل حرب بين الإيطاليين والبريطانيين على أرضها بمنطقة العالمين اللي تحولت بعد الحرب لكتلة من الألغام طيب هل الإنجليز هينفذوا بنود المعاهدة؟ الجانب البريطاني واصل مسلسل المروغة في تنفيذ بنود معاهدة 1936 وطالب بتأجلها لبعد نهاية الحرب العالمية التانية علشان يتوجه فهم النقراش باشا رئيس الوزراء وهتهى إلى عرض قضية مصر على مجلس الأمن سنة 1947 إلا إنه فشل في حل القضية قبل ما يرفع الملك فاروق على مصر على ثكنات أصر النيل بميدان التحرير حاليا ويعلن جلاء الإنجليز عن القاهرة والإسكندرية في مارس 1947 كأول مراحل التحرير من الاحتلال البريطاني ومع نهاية الحرب العالمية التانية وهزيمة فلسطين 1948 زادت حالة الاحتقان تجاه الوجود البريطاني خصوصا مع رجوع مصطفى النحاس لتشكيل الحكومة في 1950 بعد سنوات من القطيعة والعداء بين حزب الوفد والملك فاروق علشان يبدأ أول طريق إلغاء معاهدة 1936 بعد ما دخل في مفاوضات جديدة مع الحكومة البريطانية استمرت تسع شهورة كان واضح فيها أن بريطانيا مش ناوية تمشي من مصر خصوصا مع رفض التفريط في السودان والتأكيد على منحه حق تقرير المصير وهو اللي رفضته الحكومة المصرية شوف يا صديقي إن حاز باشا كان شخصية سياسية شديدة تدهاء وعلشان يلغي معاهدة 36 قرر يصلح العلاقة مع المالك فاروق لضمان توقيعه على قانون البرلمان إلا يلغي المعاهدة واستغل الرفض البريطاني لمناقشة موضوع الجلاء عن مصر ووقف البرلمان وآل ما قلت شهيرة من أجل مصر وقعنا معاهدة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها علشان يعلن رسميا إلغاء المعاهدة في 15 أكتوبر 1951 وإلغاء اتفاقية الحكم الثنائي في السودان إلا وقعتها مصر وبريطانيا في 1899 ونصت أن تكون إدارة السودان مشتركة بين مصر وبريطانيا وبدأ القتال الشعبي لطرد الإنجليز من القناة إلغاء المعاهدة دي اتسبب في توطر العلاقة بين القاهرة ولندن ودخلت مصر في حالة الفوضى العريمة من فتن طائفية وحرائق ومظاهرات وحظر تجوال وأحكام عرفية وطبعا بريطانيا كانت اليد الخفية في كل اللي بيحصل كمان الفترة دي مصر شهدت حوادث كبيرة زي موقعة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 لما رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية وأصفر الاشتباك عن استشهاد 56 شرط مصري و73 جريح وبعدها حصل حريق القاهرة الشهير في 26 يناير 1952 واللي كان له دور مهم في دفع حركة الضباط الأحرار للقيام بثورة يوليو والإطاحة بالملك فاروق النضال الوطني السياسي والمقاوم الشعبية ما توقفتش يا صديقي طول المدة دي لحد ما جات اللحظة الفارقة والأهم في مشوار النضال ضد المحتلة وهي قيام ثورة يوليو 52 لما أجبر الضباط الأحرار الملك فاروق على التنازل عن العرش لولي العهد أحمد واد وبعدها إنهاء نظام الملكية بعزل ملك أحمد واد وإعلان مصر جمهورية في 18 يونيو 1953 علشان يصبح محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية قبل ما يتحط تحت الإقامة الجبرية بعدها وبتولي مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر حكم مصر بدأت مرحلة جديدة على طريق الاستقلال وإنهاء الاحتلال البريطاني لمصر وبعد تولي جمال عبد الناصر رئاسة مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الوزراء في فبراير 1953 سعى لكسب الشعب الراغب في إجلاء الاحتلال فزار مدينة بورسعيد في أغسطس 1953 وبورسعيد يا صديقي كانت من أكثر المدن المصرية اللي شهدت مقاومة شعبية ونضال ضد المحتل البريطاني ودع الشعب لموصلة الكفاح ضد الاحتلال الإنجليزي وبقف وخطب في الناس وأهله إن مصر متكاتفة معكم لإجلاء قوات المحتل الغاصب حتى يغادر بلادنا آخر جندي أجنبي من قوات الاحتلال وده على الرغم من تهديدات بريطانيا باتخاذ إجراءات شديدة القسوة ضد مصر ودعوة رعاياها لمغادرة مصر وهنا يا صديقي اتحد مجلس الثورة والشعب وبدأ عبد الناصر مشوار الكفاح للاستقلال وده اللي خلى حركة المقاومة الشعبية ضد الإنجليز تنشط بين أواخر ديسمبر 1953 حتى وائل 1954 وتعددت العمليات النوعية للمقاومة ضد جنود الإنجليز بمعسكرات القناة والفدائيين شددوا الحصار على القاعدة البريطانية ومنعوا أي مصري يشتغل داخل القناة أو يساعد الإنجليز لدرجة أنه كد الوزارة الخارجية البريطانية وقف قدام مجلس العموم البريطاني في مايو 1954 وأعلن نقوع 52 حادث اعتداء ضد الإنجليز في 6 أسابيع فقط وده خلى الوزير البريطاني سيلون لويد يعلن قبول بلاده استئناف المفاوضات حول جلاء الإنجليز عن مصر وفي 1954 وقعت مصر ممثالة في جمال عبد الناصر وبريطانيا ممثالة في وزير خارجيتها أنتوني هيد مذكر التفاهم لجلاء الإنجليز عن مصر قبل ما يوقع عبد الناصر في 19 أكتوبر من نفس السنة اتفاقية الجلاء مع رئيس الوزراء البريطاني ونيستون تشيرشل واللي كان شديد العداء لفكرة الجلاء عن مصر اتفاقية الجلاء يا صديقي لقيت معرضة شديدة من البريطانيين ورعاية دولة الأجنبية بس بريطانيا وقعتها رغما عنها لدرجة أن أنتوني إيدن وزير خارجية برر وقتها الخطوة وقال إن الجلاء عن قاعدة قناة السويس أفضل بكثير من الإبقاء على ثمانين ألف جندي محاصرين من شعب معاد لهم وتضمنت اتفاقية الجلاء أربع مراحل ونصت على الجلاء الكامل للبريطانيين عن مصر خلال عشرين شهر من توقيع الاتفاقية وخروج ثمانين ألف جندي بريطاني مع انتهاء معادة التحالف اللي توقعت في لندن 1936 وأقرت الحكومتين أن قناة السويس طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية وتم جلاء آخر جندي بريطاني عن أرض مصر في 18 يونيو 1956 ورفع وقتها الزعيم جمال عبد الناصر العالم المصري لأول مرة على مبنى البحرية البريطانية نيفي هوس في بورسعيد وبعد خروج البريطانيين استلمت مصر بموجة باتفاق الجلاء منشآت قيمتها في الوقت ده حوالي 60 مليون جنيه شمل الثلاثة وعشرين منشآة وعشر مطارات كاملة منها مطار أبو سوير ومطار الديفرسوار الواقع بجوار القناة وميناء الأدبية بخليج السويس ومعسكرات الإسماعيلية ومعسكرات التل كبيرة وثكنات ومبان ومصانع ومخازن وورشة ومحطات توليد الكهرباء ووابورات للمياه وسكك حديدية وقاطرات وكباري وأرصفة الموهنئ وخطأ نبيب البترول بين السويس والقاهرة 18 يونيو أصبع عيد الجلاء في مصر اللي بتحتفل بيه سنويا وبيفكرنا بذكرى خروج الإنجليز بعد 74 سنة أضوها في مصر عاشت فيهم أم الدنيا تحت مررة الاحتلال الإنجليزي واللي استنزف ثروتها وخيرتها فترة عانى فيها الشعب المصري من سطوة جنود الاحتلال ومن الغربة في الوطن ومن ثلاثية الفقر والمرض والجهل وتحولت مصر من منارة بتقود الشرق إلى مستعمرة بتدور في فلك الاحتلال البريطاني وبتتحرك بتوجهاته الاحتلال ما كانشه مستوعي بخروجه من مصر وقرر بعد شهور قليلة على رحيل آخر جنوده يدبر هجوم ثلاثي مع فرنسا وإسرائيل على القناة عرف بالعدوان الثلاثي بعد قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس كشركة مساهمة مصرية ووقف النهب والاستغلال البريطاني الفرنسي لخير مصر خصوصا مع رفض أمريكا والبنك الدولي تمويل مشروع عبد الناصر لبناء السد العالي وكمان وقف رئيس وزراء بريطانيا ونيستون تشيرشل صفقة أسلحة لمصر ولجوء ناصر لتسليح الجيش المصري بالأسلحة السوفيتية المصريين وقفوا ببسالة وشجاعة في وش العدوان الثلاثي على سيناء والقناة ومدنها ورفضوا الرجوع لسيطرة الاحتلال من جديد علشان يكبروا الدول الثلاثة على الخروج من كامل التراب المصري إلى ما لا نهاية وبكده تكون خلصت حلقتنا أستنى رأيكم في التعليقات وما تنسوش تقولوا عاوزين مواضيع إيه نعرضها في القناة وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس سلام ترجمة نانسي قنقر